اشتركوا في القناة بموجة الحر الغير مسبوقة التي تجدح بلادنا هذه الأيام لكن قبل ذلك سنخصكم بحوار حصري مع السيد محمد المعز بالحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية للحديث حول مؤشرات وأرقام الموسم السياحي الحالي سيدي الوزير مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة شكرا مرحبا سيخ ميس وشكرا على الاستضافة وشكرا على اهتمام بتاعكم بالقطاع السياحة مرحبا بك سيد وزير وقبل أن أبدأ الحوار سأقدم بعض الأرقام والمؤشرات السياحية في هذا الموسم يعني عدد السياحة الذين توفدوا على تونس إلى حدود 20 جوليلا الفارط يعني إلى حدود الأسبوع والفارط أربعة مليون وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف سائح وهو الرقم هذا يمثل ارتفاع بواحد وثمانين بالمئة مقارنة بالسنة الماضية اللي نعرف كلنا أنه في السنة الماضية وسنة اللي قبلها كانت العديد ضعيفة لأنه كان هناك الكوفيد وبارتفاع بأربعة فاصل ثلاثة بالمئة مقارنة بالسنة المرجعية 2019 إذن يعني إلى حد الآن أرقام يعني ممتازة بالنسبة لعائدات القطاع السياحي بلغت إلى حدود عشرة جولية ألفين وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار الرقم هذا أكيد يمثل يعني ارتفاع بخمسين بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة ولكن هو يعني تراجع تراجع طفيف وارتفاع بخمسة فاصل ثمانية بالمئة مقارنة بالسنة بسنة 2019 اللي هي السنة المرجعية بالنسبة للقطاع السياحي بالنسبة لعدد اللي للمقافضات إلى حدود عشرة جولية أكثر من 9.2 مليون ليلة سياحية أي بارتفاع بـ 47.7 مقارنة بالنفس الفترة من السنة الفارطة وتقلص وتراجع هذا الرقم بـ 23% مقارنة بالسنة المرجعية 2019 إذن سيد الوزير هذه الأرقام بالنسبة للموسم السياحي نلاحظ بالنسبة للعائدات مقارنة دائما بالسنة المرجعية العائدات تقلصت رغم أن العدد الليالي تقلص لكن العائدات ارتفعت أعتقد أن هناك سياسة الوزارة في المجال هذية في الترويج كانت ناجحة في الترويج لسوق نوعية للسياحة كنا نشوفته في المؤشرات متع القطاع السياحي إلى غاية معناها عشرين جويلية والمؤشرات هذه هي تعكس تعكس معناها حجم النشاط تاع القطاع هذه قطاع حي والاقتصاد الوطني نذكره اللي هو قطاع يمثل قربة تسعة ولا عشرة في المئة من ناتج الداخل الخام يعني نشوف الأهمية متاع القطاع السياحي وتأثير متاعه على أمشة اقتصادية أخرى قطاع السياحي نذكره اللي هو مر بفترة صعيبة جدا نقوله حتى سنوات كاريثية معناها تراجع معناها جميع المؤشرات من السنة الفارطة بالقطاع السياحي يسترجع العافية متاعه تدريجيين سنة فارطة وصنة سجلنا 60% من إنجازات 2019 السنة هذه الهدف كان هو نسجده أقل شيء 80% من إنجازات 2019 اللي هي السنة المرجعية ما قبل جائحة كورونا نذكره جائحة كورونا اللي هي جائحة تسببت في خسائر وشلل تام للقطاع السياحي وقطاع النقل الجوي في العالم الحاجة البعض سيد الوزير أنه بالنسبة للجائحة هذه اللي كان ننظر أنه فيها حاجة بها أنه حطت الأطراف الكل والدول الكل والوجهات السياحية الكل على نفس خط البداية وليهنا كل يعني بش يظهر المجهود اللي بش نقدمه للسياحة تنسية وأعتقد أنه قاعد يظهر المجهود هو الجائحة متاع كورونا أعطتنا الفرصة بش نراجع من ويل متاع التنمية متاع السياحة تنسية أعطتنا زلك هذيك الفرصة بش نحسنوا المنتوج متاعنا النوع والمنتوج متاعنا نراجعوا الخطط متاعنا الترويجية وهذا قمنا بيه في الفترة متاع جائحة كورونا استغلينا الفترة هذيك قمنا بأعداد مخطط عملي لدفع القطاع السياحي لما بعد جائحة كورونا وبدأت النتائج النتائج كما قلت بدأت من موفة سنة 2022 كنا رسمنا قلنا أقل شي نعم بين 50 و60% من انجازات 2019 سجلنا 70% تجاوزنا الهدف بالنسبة لسنة هذه كان الهدف واضح أقل شي نعم 80% من 2019 نذكروا في 2019 سجلنا 9.4 مليون وافد على بلادنا 5.6 مليار دينار عائدات سياحية قرابة 30 مليون ليلة سياحية مقضات إذن قلنا سنة الهدف بالنسبة لنا الجميع هو نوصله نحقه 80% من المؤشرات هذه إلى غاية الآن نحن قاعدين نتجاوزه في الهدف هذا وهذا بفضل مجهودات متاع وزارة السياحة العاملية في وزارة السياحة المهنة من جهة أخرى القطاع الخاص اللي هو قام بدوره متاعه كما يجب كيفة المدخلين في القطاع السياحي اللي هو نعرف قطاع أفقي يهم مختلف الوزارات معناها ما غير منذ كل الوزارات خطر القطاعي نجب قولك معناها بالفعل يعني هو قطاع سياحي هو حيوي لدرجة أنه ما يشمل أغلب الهيكل كل واحد عنده بصمة متاعه كل واحد عنده مسئولية وعنده دور متاعه في الرفع من شأن قطاع السياحي والمؤسسات هذه كما ذكرت معناها عندنا تحسن في العيدات السياحية اللي هو النجم نعتبره أهم مؤشر ونعطيكم المؤشر اللي قدمتوه قبيلة إلى غاية عشر جويلية احنا إلى غاية عشرين جويلية سجلنا ثلاثة فاصل ثلاثة مليار دينار عيدات سياحية أكيد هو رقم مهم سيد الوزير أساسها بشي تولي الروبرتاج في جزيرة جربا مع زميل خميس بوبتان اللي نعرف أن جزيرة جربا هي قطب أكيد سياحي وتستقطب سياح من مختلف دول العالم نظرا لخصائصها السياحية المتميزة إذن نتفرجوا في الروبرتاج التالي ثم نعود إلى المنطقة السياحية جربا جرجيس استوافد ألاف السياحة منذ بداية العام إلى هذه المنطقة من مختلف دول العالمة في أرقام أهالي لان تكون هذه الوشهة الأولى وطنيا من حيث عدد الوافدين وعدد الليالي المقضات في مؤشرات تحصل منذ فترة للمرة الأولى تشهد حركية سياحية نشيطة نشيطة جدا وهذا يؤكد شيئا فشيئا سنة 2023 هي سنة الحقيقية للعودة عودة الروح للقطاع السياحي بعد أزمة كوفيد التي شهدتها لوجهة سياحية جربا جرجيس المؤشرات كذلك المسجلة منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر جوان السوداسي الأول من سنة 2023 عدد الليالي المقضات بلغ زوز من 2.300 ألف ليلة مقضات ما يمثل 29% من مجمل عدد الليل المقضات المسجلة على المستوى الوطني مما يجعل الوجهة السياحية جربا جرجيس الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد الليل المقضات هذه الأرقام المسجلة الأولى وطنيا على المستوى الوجهات السياحية التونسية تم بفضل تضافر جهود عديد الأطراف من مهانيين ووكلاء أصفار وكذلك بقية المتدخلين في الشأن السياحي بالمنطقة السياحية جربا جرجيس هذه الأرقام الموجودة كبيرة على مستوى الجنوب الشرقي وجزيرة جربا وزرزيس اليوم هذا يخلى نقص دوعا ما في السياحة الداخلية اللي في المستقبل إن شاء الله بش نسعو أنها تكون موجودة رغم الأرقام رغم الوجهة العالمية هذه بش نسعو في الوجهة العالمية هذه أن يكون عندنا زادة سايح بلدان معينة كاليتي إن شاء الله تكون المستقبل يبشر بخير أفريل كان موسم واعد ونراه ونلاحظه أنه ثم عودة كبيرة للسياح من كافة أنحاء أوروبا ثم حتى وجهات سياحية ثم حتى معنا بلدان جديدة دخلت للسوق التونسي مؤشرة كبيرة للحجوزات كبيرة ونوة جرباء هي الوجهة الأولى للتونس توا في استقطاب السواح الوفود سني الأهم حاجة هو رجوع جميع الأسواق الأوروبية معناها رجعت للنشاط متاحها وبالفعل معناها حتى الحجوزات في النزول ترتفع في نساق تصاعدي شوي بشوي والأهم من هذا هو الموسم معناها آخر الموسم نقوله شهر ما بعد الموسم شهر سبتمبر وكتوبر الحجوزات ترتفع شيئا فشيئا وإن شاء الله نكونوا معناها سنة الإمتياز للسياحة في تونس مؤشرات واعدة لموسم سياحي مميز بالمنطقة السياحية جربا جرجيس من حيث عدد الوافدين والجنسيات القادمة لهذه الوجهة التي تعود الكثير منها بعد سنوات عديدة فضلا عما تم تخصيصه للسياحة التوليسية في هذه الربوع من إمكانات وأسرة لفائدتها مرحبا بكم من جديد وشكرا للزميل خبايس ببطان على هذا الربورتاج المتميز وشكرا لكافة التقنيين بوحدة الإنتاج التلفزي بتطوين إذن نذكركم أننا في حوار حصري مع السيد محمد المؤسد بالحسين وزير السياحة والصناعات التقبيدية حول الموسم السياحي سيد الوزير في الربورتاج اللي يكون نشوفه فيه تحدث على جزيرة جربة على نجاح جزيرة جربة في استقبال السياح أعتقد أن خصوصية مدينة جربة تحيلنا لخصوصية كل جهة سياحيا من جهة تونس سياسة الوزارة في هذا المجال للترويج للوجهة السياحية بمختلف خصوصياتها أول شيء حبيت نشكر القائمين على إعداد الربورتاج هذه خطر مهم جد الربورتاج أول شيء يبين معناها حركية اللي قاعدة يشهدها القطاع السياحي في جزيرة جربة وفي الجنوب الشرقي بصفة عامة وشيء حاجة يبين القطاع السياحي وقاطرة لأنشطة أخرى اقتصادية نعرف جزيرة جربة اللي هي توحلين حسب الأرقام والحصائيات هي تتبوأ المرط بالأولى في العدد الليل المقضات المرط بالأولى عدد الوافدين وهذا يعزز المكانة اللي تحظى بها جزيرة جربة ويعزز منك ثقة فما ثقة تمت ساعدتها متاع مختلف الأسواق ومختلف الشركاء متاعنا في الخارج وهذه بش أنت سعيد الثقة متاعهم رو خدمة كبيرة قاموا بها معناها المسؤولين على الممثليات متاعنا في الخارج اتصالات مكثفة كانت معناها لينا مع متعهدي الرحلات مع أصحاب الشركات العالمية شركات الطيران مع وسائل الإعلام وزادت كذلك ما نساوش دور كبير جدا اللي أعطاته القمة الفرنكوفونية اللي هي زادت إشعاع متاع جزيرة جربة وكذلك معناها أعطات أبرزة صورة جميلة جدا لجزيرة جربة والتونس بصورة عامة كذلك اللي جاءوا لزيارة جزيرة جربة بمناسبة القمة الفرنكوفونية عودوا ورجعوا وقاموا بالحجوزات وكذلك معناها الأشغال والاستثمارات اللي صارت في الفترة متاع الفرنكوفونية تم معناها الاستثمار بتاعها جيدا لفئة القطاع السياحي النتيجة والحمد لله اللي عنا لحيط الآن معناها نتائج طيبة مؤشرة طيبة إن شاء الله تتواصل بفضل معناها تكثيف المجهودات والعمل واليقظة وهم شيء وخاصة بتكثيف المجهودات وخاصة تنويع المنتوج السياحي لاستقطاب أكثر ما يمكن من الأسواق وأكثر ما يمكن من التنويع يعني الأسواق اللي بشمتور جهولها بمنتوجنا السياحي برنامج الوزارة في هذا المجال خاصة أنه باش ما تكونش السياحة في تونس مقتصرة على موسم وحيد فماش يعني برامج لتنويع المنتوج السياحي اللي يستقطب أكثر بينكم السياحي كي نحكيه على تنويع عنا مشكلة في تونس طيب موسمية وبش نقطعه من الموسمية طيب نرشار السياحي يلزم تباعة الحال نعطيه منتوج مغاير حسب الفصول ونعطيه منتوج مغاير حسب الجهات ونعطيه منتوج مغاير حسب معناها الحريف كل حريف شمال منتوج يمتعون هذك قاعدين في إطار البرامج والخطط يمتعون يشتغلون عليها أول شيء احنا مشينا نحو تدعيم معناها هيكل تصرف الوجهات نحبه تونس ما توليش وجهة فقط نحكيه على وجهة مختلف الوجهات السياحية جربة وجهة سياحية توز وجهة سياحية زغوان وجهة سياحية هذك عليش احنا قمنا بدعم إنشاء هيكل تصرف الوجهات وعلى غرار هيكل تصرف الوجهة السياحية بجربة اللي هو ديمو جربة اللي تم إنشاءه من 2021 كذلك هيكل تصرف وجهة الظاهر اللي نحكيه وتوى وجهة سياحية الظاهر اللي هي استكمال وأثراء للوجهة السياحية بجربة اللي معناها فيها نحكيه على السياحة المستدمة السياحة Perfect السياحة الرياضية السياحة المغامرات السياحة الثقافية هذه كل التنوعات والتفرعات القطاع السياحي موجودة في جربة كما موجودة في كبلي كما موجودة في تطوين كما موجودة في القصرين موجودة في السياحة لكل هذه الكل المهم أول شيء هو الترويج حسن الترويج لها بطريقة مغايرة بطريقة ذكية الثاني حاجة هو التنويع قنوات الاتصال وخاصة الاعتماد على الاتصال الرقمي اللي هو مهم جدا على العهد الرقمنة كذلك معناها دعوة مؤثرين وفاعلين ووسائل أعلام لزيارة تونس قمنا بتكثيف العملية هذه كذلك معناها دعوة الفاعلين والأعلامين حتى توينسا قد نحكوه على السياحة الداخلية نحبهم بيدهم إذا لا يكتشفوا بلادهم هذا هو سيد الوزير بالنسبة للإستقطاب السياح أعتقد أنه لا يكفيش أنه نستقطب السياح فقط أما نكسبوه بش يرجع في المجال هذي أعتقد أنه ضروري التنصيق مع بقية الوزارات ومع بقية الهياكل لتأمين منتوج سياحي متميز على سبيل الذكر كما قلت ما نذكرش لوزارات لكن أكيد أنه فما وزارات دورها كبير وزارة الداخلية وزارة الثقافة وزارة البيئة وزارة التجارة يعني نتحدثوا هنا على سياحة بيئية كما قلت تحكي سيادتك نتحدثوا على سياحة ثقافية نتحدثوا على توفير الأمن توفير الظروف آمنة للسياح يعني التنصيق نهنام على الهياكل الأخرى قاعد يتم أكيد في مستوى متميز مستوى متميز فريق حكومي هو يشتغل أنا نمثل معناها عضو في فريق الفريق هذا فريق عمل لنشتغل للونهار لأول شيء تأمين سير الطبيعي للنشاط السياحي نعرفه فما مستلزمات متاع النشاط هذا أول شيء تأمين أفضل ظروف والخدمات بالمعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية هذا مهم جدا حصن استقبال الزوار متاعنا كذلك معناها حصن نقل متاعهم من المعابر المدقات هذا دور كبير تقوم بيه وزارة النقل مشكورة في انتفاه والمؤسسات القضاء اللي يشرف وزارة النقل كذلك معناها القطاع الخاص في وزارة النقل قاعدين يقوموا بيه المجال عن المسألة المتعلقة بالمحيط السياحي بالفعل لأنه أول صورة مش ترسخ في ذلك النساح هي الوقت اللي يخرج من المطر ووقت اللي يركب فيه وسيلة النقل كل الفم عوامل تخليه تشد البلاد ترسخ في ذهنه وهذي كمعناها قد لك معناها دور كبير معناها متاع القوات الأمنية وقوات العسكرية اللي هي باتباعة الحال تحمي وهي معناها تأمن اللي نقول لك الوجهة التونسية بصفة عامة أنا منحبش تلك مناطق سياحية تونس كلها منطقة آمنة تونس كلها منطقة سياحية يرى وإذا كان نحب ونستثمره تونس بكلها تنجب تكون منطقة سياحية سيد بازير كنت تتحدث سياتك على السياحة الداخلية أعتقد أن السياحة الداخلية زادة رقم مهم جدا وعنصر مهم جدا لإنجاح الموسم السياحي بتباعة الحال السياحة الداخلية اللي هي نجب قوله مرتكز أساسي بالنسبة لستراتيجية تنمية القطاع السياحي في بلادنا إذا كان نحب أن نحكي ونمشي أشوات وخطوات ونمشي ونقدموا بالقطاع السياحي بلادنا يلزمنا أول شيء ننهضو بالسياحة الداخلية هذاك عليشنا من السنة الفارطة من مارس 2022 قمنا بأول مرة تنظيم المنتدى الوطني للسياحة الداخلية المنتدى هذين دعينا فيه مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع السياحي عملنا خارط طريق للنهوض بالسياحة الداخلية الهدف من خارط طريق نوصلوا الحصة بتاع السياحة الداخلية تكون أقل شيء 50% من عدد ليلة المقضات بش نوصلوا بالشيء هذين يلزم أول شيء الحصنوا جودة متع الخدمات والمنتوش بالنسبة للسياحة الداخلية والمواطن التونسي ثاني شيء يلزمنا طريقة الترويج يلزمنا معناها التسهيل بالنسبة للتونسي كيفاش معناها بش يمشي للمؤسسات السياحية معناها الترويج نحكيه بطريقة مغايرة وقمنا بحملة كبيرة اسمها تونس ليك والشعارة الحملة بتبعث الحالة اللي هي راهي تونس كلها وعلى مدار السنة 350 يوم نجب نعمل السياحة مهيش سياحة مقتصرة على بعض المناطق ولا بعض الجهات ولا في بعض الفصول السياحة أربع على مدار السنة وكتشوفوا الحملة هذه متواصلة ومعناها وتوقعنا انطلاقا من الشهر القادم بش نعمل حملة لمزيد معناه الترفيع في الوعي السياحي خطر السياحة الداخلية زلك كيف هم خدمة على المسأل الوعي السياحي أكيد سيادتك اتحدثت على الوقوف على جودة الخدمات في الأسبوع الفرد كنت في زيارة سيادتك اللصوصة وأعتقد أنه وقفت على الخدمات في مؤسسات سياحية وأنتصور معناها كيفش لقيت ولو أنه كانت زيارة مفاجئة كانت الخدمات تلقيتها في المستوى؟ هو أشوف معناه أحنا كل الزيارة باتبيعة الحال لعمل زيارات فهم زيارات اللي هي تقوم بها في رق التفقد بصورة طبيعية عندها برنامج بتاع تفقد متاحة لمختلف المؤسسات واللي هي لحد الآن قريب أربع علافة زيارة صارت منذ بداية سنة إلى غاية معناها إلى غاية 15 جوليا وزيارة تفقد هذه أعطات معناها قرابة 90 قراءة منهم وصلنا حتى قرارات معناها اللي هي بتغلق مؤسسات اللي هي مؤسسات مخلة ما تستجيبت لشروط مثل الصحة والسلامة واللي فيها جوة الخدمات إذن في الإطار هذا الكل معناها نشارك ونقوم معناها بالإشراف على عملية التفقد ورقابة لمؤسسات سياحية وخاصة نجتم تركيز على السائحة التونسي والمواطن التونسي استمع ليه المشيغ المتاع وفي الإطار هذا معناها زيارة المؤخرة الولايات سوسة بعد مؤسسات سياحية اللي شفنا فيما بعض التشكيات كما فيما بعض معناها الارتياح من الخدمات فيما التشكيات وهذاك عليش الوجوب بتاع المعالج التشكيات هذه في وقتها حينيا هذاك عليش ذننا بأحداث معناها أول شي هو خلية صلب الدول الوطن التونسي السياحة لمعالج التشكيات هذه ثاني شي قمنا بوضع رقم أخضر على رمة المواطن التونسي بشي تصل في أي وقت هو الرقم هو ثمانين مئة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين لو لو يسمحوا الزملاء التقنيين يحطون على الشاشة الرقم الأخضر هذا ثمانين مئة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين بالنسبة للمواطنين اللي عندهم تشكيات في خصوص جودة الخدمات في المؤسسات السياحية يعني هذا كل في إطار السماع والإنساط لمشاغ المواطنين وهذا يوم يزالنا مواصلين نحن على خاطر معناها وزالة يلزمنا نعرف اللي يراه الخدمة هذه يلزمها تكون متواصلة عام 12 شهر بتبعية الحال ويلزم نعرف الوضعية المؤسسات السياحية متاعنا اللي هي عرفة صعوبات ما نساويهش رغم صعوبات متاع عامين ولا ثلاثة سنين متاع كورونا رغمو شوية اللي يتعدى على القطاع السياحي والمؤسسات السياحية اللي هما صعوبات عرفوهم معناها في مستوى أول شي ساعة الأعوان بتاعهم فمبرش أعوان اللي هما غادروا المؤسسات السياحية وبتبعية الحال المغادرة هذه معناها جبت معاها ممكن مشاكل في جوزة الخدمات ما نساويش المشاكل يعرفوها في مستوى بتبعية الحال السيولة لأمور المالية دونك هذه الكل عطات في النتيجة معناها بعض الهنات ولكن وزارة السياحة نأكد ونعاود اللي أحنا وزارة السياحة موجودين بش أول شي ساعة المرافقة المؤسسات هذه ثاني شي الإحاطة بها وإذا كان فما إخلال ولا إذا كان فما تمت معاينة معناها مشاكل والتي هي تم معناها تشكيات رأنا ناخد القرارات اللازمة اللي توصل حتى الغلق ولو نحن مش مقاياه لنستوش للغلق خاطر مش هدف متاعنا هو الغلف نستسمحك سيد الوزير بش نعاود نذكرهم بالرقم الأخضر ثمانين مئة ثلاثة مئة وثلاثة وثلاثين ثمانين مئة ثلاثة مئة وثلاثة وثلاثين وذي الرقم الأخضر اللي هو موضوع على ضمة الناس الكل بش يتصلوا بي إذا كان عنده تشكيات وإذا نعرف وره المصالح معناها متاع الرقابة في الديوان الوطني تونسي بسياحة قاعدة في خدمة كبيرة 24 ساعة إلى 24 ساعة بالرغم من معناها العدد القليل متاعهم رغموش عدد كبير ولكن يلزمهم يكونوا منتشرين بطريقة ناجعة نوجلهم بالشكر والتحية لخدمة اللي يقوموا بها ومزالوا مواصلين وإحنا معناها اللي نعلم فيه هذا الكل في خدمة المواطن التونسي في خدمة الشعب التونسي إن شاء الله معناها يلقى الرضاء وبتبع تالحال وإحنا ببنى بتاعنا مفتوحة للاستماع على المشياغ المتاحة إذا كان فما نقض نحن مستعدين بش نقبله نقض هذا والهداء نحب أن نصلحوا به الوضع في القطاع السياحي زي كذلك نحب أن نحصنوا الوعي ونأكدوا على أهمية بتبع ترحال التحلي بتبع ترحال نحكيه طوال اقتصاد في الماء رأوا مهم جدا يلزم التونسي ولا السائح ولا الحريف كيمشي المؤسسة سياحية كما يتصرف الدار وماذا بينا يتصرف النزل الاقتصاد في الماء الاقتصاد في الطاقة ماذا بينا بالضبط سيد الوزير بشيكون موضوع مش لا ترحوه في الجزء الثاني من الحصة لأنه في الجزء الثاني سنتحدث عن التعايرات المناخية وتأثيرها على المناخ وطبعا الاقتصاد في الطاقة وفي الماء سيد الوزير في خصوص الترويج للسياحة التونسية أعتقد أن الاستثمار الاستثمار النجاحات اللي صايرة بالنسبة للتونسية في عديد المجالات في الثقافة في الرياضة في العلوم أعتقد أن تنجم الوزارة تستغل النجاح هذا لترويج للسياحة التونسية مجرد ذكر اسم تونس في منبر عالي أعتقد أن ينجم يستقطب أسواق كبيرة هو أول شي نشكر تونس ونجم ونفتخر وبين حتى السفراء السياحة التونسية على خاطر قاعدين قوم بها الأبطال ذوما أود الجابر وأيوب الحفناوي نشكرهم معناها شكر كبير قدموا فيه معناها لبلادهم ولصورة بلادهم ونحن معناها كل مرة مناسبة بش نذكروا بالإنجازات المتاحهم وكذلك قاعدين في المنصات بتاعنا بتاع الترويج نحاولوا بتبع الحال نبرزوا الإنجازات متاحهم هذية مؤخرا معناها بطل العالم معناها حاجة كبيرة برشراه بالضبط تخروا بها وارفعها الرأي بتاع بلادنا عاليا جدا معناها وهذيك إن شاء الله أحنا زير عنا برنامج السنة القادمة الألعاب الأولمبية فين واربع عشر وزارة سياحة الديوان وطن تونس سياحة بش يكون حاضر بقوة في باريس بتبع الحال معا بتبع الحال سياحيا ثقافيا سيكون حاضرة بقوة إن شاء الله في باريس الفين واربع عشرين ونحن نكونوا أول دعمين للرياضيين بالضبط هذه فرصة للحديث على استعادة الأسواق التقليدية في وقت من الأوقات نقول الأسواق التقليدية بريتانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا في وقت من الأوقات بعد نعليهم شوية لكن أعتقد أنه فرصة باش نرجع للأسواق التقليدية هذه ونستعدها لأن المدخول المادي يمتعهم يكون أكثر من أسواق آخر الأسواق اللي يقول معروفية أسواق الأوروبية أسواق مهمة جدا وقعدت حقق حاليا في نتائج طيبة جدا نهيك نخذ السوق الفرنسية نحن إلى غاية عشرين نجويل سجلنا ارتفاع بأثناش في المئة مقارنة بنفس الفترة فين ونسعتاش تجاوزنا نجازات 2019 البارح خرج معناها البرومتر أوركسترا هو يعطي ترتيب أفضل الدول وأفضل وجهات سياحية في السوق الفرنسية تونس المرتبة الثالثة معناها مرتبة الثالثة معناها في الترتيب بتاع الدول في السوق الفرنسية نحكي على السوق المانية نحن تأول لغاية الآن وصلنا تقريبا فرد نتائج سنة 2019 معناها تجاوزنا الفترة الصعبة وإن شاء الله الهدف نزيد ونعز الماكينة والحيساس في الأسواق خطرها مهمة وعنا كذلك نتجه نحو أسواق أخرى جديدة أسواق فيها قدرة أنفاقية أخرى فيها قيمة مضافة كبيرة على غير الأسواق الأسيوية أسواق العربية زال مهمة برشا وهذاك عليش وعنا برنامج كبير قاعدين نشتغلوا فيه وعدة عملية ترويجية على الأسواق العربية مؤخرا قمنا باستضافة وقمنا بتنظيم ندوة على الإعلام السياحي العربي بحضور شخصيات كبرى بحضور الإعلاميين كبار وهذه زال فرصة للترويج للسياحة التونسية في العالم العربي وقمنا بدعوة فاعلين ومؤثرين كبار كذلك خدمة كبيرة حتى على السوق اللاتيني أمريكا الجنوبية السوق برازيلية خدمة كذلك معناها على الأسواق معناها الأوروبا الشرقية معناها وشوفوا توا حاليا معناها مثلا نعطيوها على سبيل الذكر السوق البولونية نحن إلى غاية العشرين جولية سجلنا ارتفاع بسبعة وثمانية في المياه مقارنة بل فين سعطاش باسم السوق البولونية في عدد الوفيدين مهم جدا زيادة مياه وستة في المياه مقارنة بل فين وثين وعشرين سنة فارطة معناها قاعدة السوق تتحقق في نتائج طيبة جدا وإن شاء الله بقيت الأسواق زيادة تمشي على تنسج على نفسك سيد الوزير هو الحق من زيادة عندي عدة أسألة لكن للأسف الوقت متاع السيادة كما يسمحش لذلك فقط مش نعود الأرقام اللي كنت حدث عليها أرقام اللي حقتها السياحة تونسية في إلى حد عشرين جويلية بالنسبة للأرقام اللي حقتها السياحة تونسية لو ذكرنا بها أول المؤشرات معنا ثلاثة مؤشرات مهمة والشي في العائدات السياحية سجلنا ثلاثة فاصل ثلاثة مليار دينار إلى غاية عشرين جويلية بزيادة ب زيادة بخمسة خمسين في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة الفارطة بزيادة أكثر من واحد فاصل واحد مليار دينار مقارنة من سنة الفارطة واجوزنا حتى أرقام من سنة الفارطة هذه في العائدات السياحية عدد الوافدين سجلنا إلى غاية عشرين جويلية أربعة فاصل ستة مليون سائح بزيادة أربعة وسبعين في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة الفارطة وبارتفاع بقارنة في المنسعة بقرابة واحد في المئة عدد الليلة المقضار سجلنا إلى ذي رقم وقتي سجلنا غاية عشر جويلية تسعة فاصل وثنين مليون ليلة مقضات في المؤسسات السياحية بزيادة بسبعة وسبعين في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة الفارطة وبتقلص ولا إلا ثلاثة وعشرين في المئة مقارنة في المنسعة وهذا يتفهم عليش نظرا لغياب معناه السوق الروسية والسياحة الروس على خاطر السوق الروسي ليلة مقضات متأتت من السوق الروسي شكرا لكم سيدي الوزير كنا في حوار حصري للتلفزة تونسية مع السيد محمد المعز بالحسين وزير السياحة شكرا لك على قبول الدعوة أكيد أنه بشكون عنه حوارات أخرى في مواعيد أخرى إذن أكيد أنه نجاح وزارة السياحة في تحقيق الأرقام هذه يعود في الفضل لعدة أطراف وإن شاء الله تكون نجاحات أخرى ونحق أرقام متميزة إذن شكرا لك مرة أخرى على قبول الدعوة وأدعوكم لمتابعة التغرير التالي حول تغيرات المناخية للزميلة مليكة الجباري اللي بشكون موضوع حصتنا في الجزء الثاني كشفت عدة دراسات قام بها خبراء في المناخ في مختلف أنحاء العالم أن للتغيرات المناخية تأثيرات جد واضحة على المؤشرات الاقتصادية في جل دول العالم بل بيّنت بحوث في هذا المجال أن على الأقل ثلثة دول تتأثر اقتصادياتها بتغيرات مناخية في أي اتجاه كان سواء نحو التصحر وارتفاع درجة الحرارة أو خلال الفيضانات وارتفاع منسوب المياه والأنهار وسعود نسبة الجليد وهذه الخصائص تنتبق على تونس كغيرها من بلدان الكون ومن بين تلك التأثيرات تلف المحاصيل الزراعية لاختلاف أنواعها من حبوب وأشجار مثمرة وغابات وغيرها من الانتاجات سواء في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية أو في حال هتول الأمطار إلى قياسات عالية ومع تواصل التغيرات المناخية وانعقاد عديد المؤتمرات المختصة بالمناخ وتسجيل أثار سلبية على جل القطاعات سواء الفلاحة والسناحة والحياة اليومية والاجتماعية للإنسان ليس في تونس فحسب بل في معظم دول العالم فإن الجميع ما دعو للحفاظ على توازنات المناخ كل من موقعه لتفهد المزيد من الانعكاسات السلبية على حياة الإنسان بمختلف في تفرعاتها يقول المغتسون مرحبا بكم من جديد وفي هذا الموضوع الثاني للحصة التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد وعلى الدورة الاقتصادية نعيشها اليومية موجة حر وأكيد أنه أثرت على المناخ وأثرت على نسق حياة المواطن نتثبت في حرائق في شمال الغربي نتمنى السلامة لأهلنا في شمال الغربي وهذه فرصة باش نحيي كل الأطراف اللي ساهمت في أخماد الحرائق إذن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحصة وأبدأ بسيد محمد عادل الهنتاتي خبير في التنمية المستديمة مرحبا سي عادل شكرا على السلامة وبرك الله فيك سي محمد الصالح العياري خبير جبائي ومحلل اقتصادي مرحبا ومرحبا بسيادة مشاهدين وسي حمدي حشاد مهندس بيئي وخبير في الطاقة والفتن المستديمة مرحبا خبير في المناخ مرحبا سي حمدي ومرحبا بكم ضيوفي الكرام إذن سي عادل نبدأ معاك موجة حر غير مسبوقة لنسي كل فهمتش معناها تغيرات مناخية لو تعطينا لمحة بسيطة وأسباب لفهم الظهرة هذه أولا السبب الأساسي هو تغيرات مناخية التي تتأتى من أنشطة البشر على سطح الأرض ببثهم ألاف الأطنان يوميا من غازات ثاني كسود الكربون وغازات الميتان أساسا لتطلع الغازات هذية وتجي في الغلاف الجو الوسيط لكل الأرضية وتحبس حرارة الشمس ليلة ونهارا إذن فقعدة الأرض تحت طائلة الحرارة ليلة ونهارا سنين الله حتى لين أصبح احترارها كبير جدا وصلنا لحد هذين هذا ناتب المواطن يعرف أنه راه هالاحتباس الحراري هالتغيرات مناخية هي سبب الإنسان أساسا والإنسان ظهرناه أول ضحية لهذا الشيء هكذا الأنسان يزمو واحده وبايده يبدو يفكر كيف يخرج من هذه الورطة التي وقع فيها إذن عندما نوص جماعة المناخ ويصفو الوضعية هذه ما يسمى في الوقت الحالي منذ تقريبا ثلاثة أسبوع ما يسمى بالقبة الحرارية التي جثمت على منطقة البحر المتوسط جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وكل هو أساسا تتأتى من منطقة ضغط مرتفع موجودة توقع في المنطقة هذه في المنطقة ما يسمى اللونتسيك لون ديزاستور اللي هو يذسم مكان قبل يتحرك شمالا شيئا جنوبا شيئا شرقا وغربا حتى يعطيك بعض الأحيان سعاد سعاد كنا قبل نسمع في الأخبار هاي قمة ستوك هولم عام 72 هاي قمة ريو عام 92 هاي قمة كوب 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 في برلين في ألمانيا عام 95 الكلام هذا نسمعه في وسائل الأعلام لكن ما نجح السين بقيمته ها كان مشكل هذا الناس ولا تعرف أنه العنوان الأول لتغلبة مناخية عندما اصدرت اتفاقية دولية عام 1991 ووافق عليها 1992 في رود جانيرو اتفاقية هذه تقول لك أنه من بين العلامات البارزة هو أن تفاقم الأحداث المناخية القصوى ما معناتها معناتها جفاف كبير جدا وأمطار غزيرة فيضانات برودة في فصل الشتاء ثلوج في مناطق ما كان فيها ثلوج ورينها السنة وعملاول وحرارة رينها عاشنا هذه ثلاثة أسابيع هذه إذن هذا هو العنوان الأول للتغيية المناخية إذن نقرأ الدراسات التي تقول أخيرا البحوث وصالت أخيرا وخاصة التقرير من مجموعة فريق الخبراء ليعطوا الشدات للدول وقم المناخ يقول في تقرير يقول يكره الإنسان إذا كان ما يعدلش من استعماله لمصادر الطاقة الأحفورية اللي يجيب الثانوكسيد الكربون وميتان وغازات أخرى راه مثلا مش حل نقرأ إحنا سنة مثلا أخر تقليل قريته منذ يوم صاد عن اللجنة أوروباوية تقول أنه أكبر أكثر سنة تم فيها استعمال الفحم الحجري كوقود هو السنة 2012 لأن المصادر الأخر سكرت عليها نسبيا في أوروبا إذن الإنسان مش شاعر أنه راه قاعد يهتك بمستقبله إذن هذه المشكلة الكبيرة لكن المهم في هذا الكل يجينا السخنة ومجيش السخنة لكن إحنا في بلاد عندنا توتر مائي من غير تغيير مناخها وهذا تعرف منها إذن إحنا التغيير مناخها هذه زادت عرقلت وزادت عمقت هذا التوثل المائي حتى خلى أن عندنا مشكلة عمقت الأزمة وزادت فيها سي حمدي العالم كما كنت نحكي العالم وعي بخطورة تغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان تأثير المحسوس على الإنسان منذ أكثر من 40 سنة أو 50 سنة يعني من قمة ستركول ورغم ذلك شنولي حققناه لليوم لليوم ما حققنا شيء بالعكس يعتقد أنه بشين بالعكس شوف ممكن اللي صار خلال الفترة هذه من قرأوهوش في معزل عليسي العالم بجمع هناك يعني انفصام ما بين الدراك الواقع المحسوس اللي قاعدين نعيشوا فيه نتاج تغيرات المناخية وما يحصل على مستوى السياسات المناخية دوليا تقريب العشنا تقريبا في شهر جويلة تحديدا ويوم ستة جويلة تحديدا مانا كان يوم تاريخي بكل مقيس لأنه تقريبا وصلنا درس حرارة الأرض 17.23 هذا رقم تحصل عليه منذ 127 ألف سنة تقريبا هذا ما تسجلش الرقم ذاك بربي والحن شنو الرقم هذي 17.23 فسلساني بسطة المعلومة شو معناها 17.23 شوف هو معادل درس حرارة الأرض 14 درجة كي نجم المناطق الباردة والمناطق الحارة كلها مع بعض تحصل معادل درس حرارة الأرض 14 تقريبا تجيله خلال يوم ستة جويلة معناها 17.23 هذا رقم كما قلت لك ما يقع تجيله من 127 ألف سنة حاجة أخرى ممكن كانت تونس منذ أيام قليلة تقريبا سجلنا رقم تقريبا قياسي معنا في تونس العاصمة 49 درجة في الظل هذا لازم نفهم تونس تأثير القبرة الحرارية كان تبر نادرة تصير مرة كل 15 سنة لكن الآن جديد في الأمر تويتر أصبح يومين و7 يوم اللي لاحظنا في لويزيانا وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي الظاهرة تعديت 20 يوم كاملين أول مرة تقعد بالفترة ذي حاجة أخرى اللي لاحظنا أول مرة كذلك أربع قباب حرارية على نفس خط العرض أربع قباب يعني القباب الولايات المتحدة الأمريكية القباب اللي فوق المنطقة المحيط الأطلس يعني في المنخفض الأزول وكذلك المنطقة اللي موجودة عنها القباب الحرارية أول مرة تتزيم القباب الحرارية أربع قباب تجيلهم في نفس الوقت أو شوف حتى وقت قريب يعني منذ سنوات كان المفهوم هذا في تونس رهم منكر قباب حرارية يعني أثار الجدل العلمي وفهم حتى ناس شكت في المفهوم في عدته لكن الآن قاعدين نتصالح مع هذه المفاهيم يعني تقريب المعظم الظوار المناخية العنيفة قاعد مش تشكل في الطريقة عايشنا ككل قاعد تشكل حتى في الأجندة الانتخابية وفي البرامج الانتخابية منها على اقتصاديات الكبرى يعني لقادة وجه أكيد أنه في عدد دول بالنسبة لهم العامل البيئي مهم جدا بربيسي حمدي فما نقطة نحب نوضحها بالنسبة فما أرقام نشوفها متاع أرقام قياسية لتسجيل درجات حرارة أعتقد على حسب الأبحاث اللي قمت بها أنه رقم قياسي في درجة حرارة 56.7 في كاليفورنيا عام 1922 اللي قاعدين نشوف فيهم في تونس عندكش فكرة قدش وصلنا في الصيف في الفترة هذه أقصى درجة والله اللي ريتو معناها من مصدر مؤكد الرقم اللي مؤكد 54 درجة علميا علميا حتى فما أرقام لكن ما زالت فيها جدل وما زالت محل طعن علمي وقع تجيل في منطقة كيش في إيران تقريب المطار محطة مترولوجية بالأخل القياسات سجله حتى 66 لكن من محل طعن الرقم ذاك ممش متفقين عليه وممشكين فيه لأنه تقريب وقع اتخاذه في معايير معايير علمية معناها مضبطة للرقم ذاك السياد اللي عندك توضيح توضيح بسيط جدا هذا وقد جدل كبير عند العلماء المناخ في الأسبوع هذا على أرقام هذه هنا ثم خلط بين الحرارة الهواء وحرارة أرض التربة حرارة التربة دي ما عندها خمسة ستة درجة أكثر من حرارة الهواء هذا هذا حبيتنا نعود إذن في إيران قالوا راه حرارة التربة هذه هي اللي خلت تصل لحرارة هذه القصوى الكبيرة جدا هذا ما قال الخبراء الإيرانيين في التقرير العلمية متاح من منذ يومين أو ثلاثة أيام إذن هذا توضيح الأكثر على الأقل لك نحن ماذا الموطن تونس يعرف أن الأرقام بتاع المناخ و بتاع الحرارة هي بتاع الهوارة موش بتاع الدربة خلال الدربة دي ما أكثر وما يفضل الميش في الشمس وكان في الشمس أكثر أكثر هذا هو حبيتنا لأستعرف شكرا لك عادل سي محمد صالح التغيرات المناخية هذه ودرجة الحرارة أعتقد أنه عندها تأثير على الاقتصاد سواء من ناحية استهلاك التاقة سواء من ناحية الدولة الاقتصادية بثيفة عامة كيفاش نفسرنا أكثر لماذا هذه شكرا أنا نحب في البداية نستغل حضور السيد الخبراء في المجال بتاع التغيرات المناخية ونحب نأكد اللي قاله توسي عادل كيفاش بلدان الأوروبية واختروسية معاك تصدر لهم الطاقة رجعوا لاستعمال الفحم الحجري يقول قايل الدول ضعيفة كما تونس اللي هي غير متسببة الحقيقة في الاحتباس ضحية بدان ضحية نسميوه هذو ما اش قاعدين يعملون ما فيماش امكانية متاع عملية ضغط على الدول هذه على القل عدم استعمال الفحم الحجري اللي هو من المسببات الاصلية في الاحتباس الحراري والانبعاثات هذه متاع الاكسيد الكربون هذي القاعدين نحكيو عليه اثنين الدول الكبرى أربعة دول الكبرى هي ولاية المتحدة الأمريكية الصين جنوب أفريقي والبرازيل أساسا يقول قايل إذا كانت دول هذه هي المسبب الرئيسي زادة في الانبعاثات اللي كنا نحكيو عليها لماذا من في الجهة المقابلة لا تساعدوا الدول الفقيرة كما تونس والغير متسببة بصفة مباشرة في الاحتباس الحراري نجي تول سؤالك وتونس متضررة بدرجة أولى خطر آخر تولى الحرائق اللي شهدتها تونس وخاصة الملولة اللي نعتبرها ضحية بالنسبة لي حرائق الغابات وأن الرقم اللي عندي حوالي ستمائة هكتار من الغابات ذرت في ثمانية ولايات خلال هالمدة الأخيرة هذه وعندك 191 حريق فيهم 12 حريق يخص بصفة مباشرة للغابات هذه الأخبار وهذه أحطام الأخيرة وهذه من الخسائر الاقتصادية وبالتالي هنا توقيت تقولي خسائر الاقتصادية باش منقعدش النظر هنا على السيد المشاهدين ونمشي مباشرة تاني الأرض الواقع توقيت تقول الملولة وجهة جندوبة والغابات موفم السنوبر اللي هو اقتصادها قائم يعني منه على وأشجار البلوت اللي هما يستعملوه وبالتالي الناس هذوم وشوية الحيوانات تربية الماشي اللي كانت عندهم فيهم باشي عملية الرعي موفم إمكانية باش في الغابات على أقل يلقاوا ملجأ كانت قولي الغابات هذية معناها الاحتراق متاح والسل معناها لعدد كبير من الهكترات أنا سؤالي اللي هنا من ناحية الاقتصادية البحتة حتى من ناحية السياحية اللي كان يحكي لها السيد الوزير خلال الفترة هذه فيما الطريق معناها ما عادش فيما إمكانية مرور الأخوة الجزائريين لنزل بيت برقة ولبعض النزل الأخرى مش عنده تأثير هذا سلبي بصفة مباشرة على السياحة في بلادنا وبالتالي تشوف من ناحية الفلاحية خدفى معدد أراضي عديد القراء الإيكولوجية اللي درد في الغابة فما عديد المطاعم على الطريق اللي دره وكذلك موارد رزق سي عادل التغيرات المناخية هذه اللي قلنا أنه المواطن ما يحسهش مباشرة لكن أعتقد أنه بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة فأنه الكلفة الاقتصادية ولا يحسها المواطن من خلال مثلا استهلك الطاقة من خلال برشا عوامل لو تعطينا لمحة على الكلفة الاقتصادية للتغيرات المناخية يعني في الليمة هذه والله تحديد الكلفة الاقتصادية يطلب دراسات وبحوث ميدانية عميقة لأنه كما قال السيد معنا أنه راهو الوضعية الحرارة ترتفع الحرارة النظم البيئية لذيكو سيستام عليش تشكلهم ثم ثلاثة عناصر يحكم فيه أولا الحرارة ثانيا الرطوبة وثوية حاجة هي معناتها الرياح وغير ذلك لكن الحرارة والرطوبة هذوما إذا كان هما تضروا وتبدلوا النظم البيئية تتبدل نعطيك مثلا باش نعرفوا أنه كيفاش نقيموا كيفاش نجموا نقيموا الأثار مثلا البحر المتوسط هذية اللي احنا نشاطقوه على 1600 كم تقريبا من شمال للجنوب هذية متوسط الحرارة متاعه ازدادت الأرضية 1.7 كما قال الزميل رأي بالنسبة المتوسط في البحر من صفر متر إلى 100 متر عمق معتها شي غير زاد خمسة إلى سبع درجات إضافة على المقبل إضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بخلاف نقول لك هذيك من مشاكل كبرى ما زي ما حكينا شفهم يجي تعطينا مرة هوني أمكانين نحكو فيه لأن ثم نقرأ لومة في أخر خبر ثم مدينة في منطقة من مناطق أندونيسيا قرية كاملة وليت تحت البحر منذ يومي تهكم عند فعلا نينو كأغير هتوني حكيو عليها بعد هذيك مش أكبر من هك إذن فمتوسط هذي عندما ارتفع الأسناف التي مجي مش تعيش في السخنة هربت مشيت وتعوضتها أسناف أخرى جاء من البحار الساخن وخاصة من البحر الأحمر عبر قناة سويس منها بعض منها هذه السمكة الأرنب التي تقتل وبعض أنواع الحريقات التي موجودة وقيناها في تونس في أبريل مارس أبريل 2021 الفلاحة سيد بحر روها موجودة وأنا زد أكدت هذا موجودة في جربة منذ تقريبا ثلاثة أسابيع كنت في المنطقة قريتها بعيني أنا غاديكا إذن النظمة البيئية تغيرت بالفعل من غير العادي أنه في شهر الجميل يلقوا الحريقة في البحر التي هي موجودة بعناها المدهدي في كثرة على خاطر البحر المتوسط ما هي الحريق حريق هي يبنى عن علاقات موجودة في قاعة البحر وقاعة المحيطات بمليارات عندما يرتفع في درجة الحرار سوية يخرجوا ويعيشوا ويوجوا في مكان في الأكسيجين باش يكبروا ويتنموا إذن هذه هي المشكلة وإحنا نعرف في المتوسط المعاشب البوزودونيا هو أكثر منطقة فيها أكسيجين إذن كل يجووا ويعيشوا ويعيشوا وغاديك إذن أنا ننصح وخيانا اللي عموا أنهم وقت منطقة فيها المعاشب البوزودونيا يبعدوا عليه ما يعموش فعل خطر ربما فيش حريقة مختأ ولا حاجة لها ما ينهيش وفقناش بها مثلا هذه نصيحة وقلت بها لكن الأثر الاقتصادي على عندك وقت عندك ما موجود ماذا سقوية توقفت قداش من أكتار ما أخداش ما أسنا الفلاحة قداش ما أفلاح ما واذكرنا هذا في الحص حول الماء وعيشناها المرة هذية إذن هذية من أحياء ثانيا النظم البيئيات تغيرت وتعرف في المنظومة الطبيعية المنظومة وقت هو يتغير ما قلش يرجع الأصل إذن تم خسارة كبيرة إذن يجب الإنسان أن يعي كيف يبحث عن الإيجابيات الموجودة في التغيرات هذه حتى يقلل من حدة الخسائر إذن هذا من ناحية ناحية ثالثة مثلا هو عدم وجود الغذاء مثلا اثناء معناش صبع قمح معناش معناش جفاف قمح هو وشعير هما محاصيل مطارية ما يجيوا الوقت مطار ما جاتش مطار بقت هذك ما عندناش هكي قداش تحسبها هذك مش تحسب قداش من كيلو ومطرنات خسرتها قداش من في الله خسرت طاقته على الإنتاج قداش من في الله ما بقاش عندي إمكانية بيشغل ويعمل إنتاج هكي على الإستدامة التانية وهذا إستدامة التانية والأمر المحسوس للتغيرات المناخية التي كنت تتحضي على سياتك سي حمدي توا التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة أصبح واقع ملموس ونشوه يوميا فماش إمكانية أن نستفيد منه شوف نحن كل أزمة فيما طرف مستفاد وطرف متضرر نحن للأسف جئنا في لائحة الدول المتضررة أكثر ما نجف لائحة الدول المستفيدة من التغيرات المناخية على كل مفهوم التغيرات المناخية كان مفهوم إيجابي عبر التاريخ لأنه تقريب هو سهم وخلى الحضارة البشرية تخرج ملكه لإلى تنتشر معناها في أسقع الأرض بالتالي دائما كان مفهوم التغيرات المناخية مفهوم إيجابي إلى عصرنا هذا وإن أصبحت تقترن بعديد مسلبيات نظرا لأنه ولا تشكل على حياة الإنسان ككل فما بعض الدول المستفيدة نذكر ومعناها الدول القطبية كما روسيا مثلا ذوبان الجليد وقصر مدة التي تغطيها الجليد لغضي الأرض العديد ملايين الهكترات دخلت إطار الخدمة مثلا زراعة الحبوب أو الاستثمارها في مازال التعديل جرينلاند التي تطبع الدنمارك ذوبان الجليد تكتشف عندها مؤهلات منجمية كبيرة جدا في الموارد والمعادن نادرة جدا نفس الشيء بالنسبة لكندا مناوين فاتورة إساليك الكهرباء والتي أقل جدا مناو بيت حتى بعض المناطق إمكانية العيش فيها لكن أحنا في تونس عنا منجم متجدد للطاقة الشمسية شوف هو منجم متجدد نعم ومربوط بسياسات دولة مربوط برغبة الدولة وجدية الدولة في التعاطي مع الموضوع نحنا قطعنا أشواء متقدمة في هذا الموضوع فجأة نتاج تجيزة بيت سياسية توقف الأمر اللي لم يكن تعطل وكذلك دس بعض النقابات أنفة في هذا الملق خلى عطلنا وفي عود معنى حاجة ترجع بالعائدات خلينا نعتيك رقم مثلا 56% العجز التجاري الميزان التونسي را مربوط باستيرادنا للبيترول والغاز 56% نجم نحن أسنوه بطريقة كبيرة وممكن حتى الردو رقم جابي مستقبلا معنى السيارات ماشية بشوالي كهربائية معنى الاعتماد على الطاقات المتجددة عنده بطنصير كبير عنده أولوية قصوة الاستلاكنا نحن في الكارباء التنويع معنى الاستلاكنا الكارباء لكن للأسف تشوف العرقية المضحكة لهذا لتخلناش معنى قد مفلوعة تشوف التغيرات المناخية عندها ضريبة مكلفة جدا على الاقتصاد التونسي سواء على أمن الغذائي والاستقرار وكذلك حتى معنى ملايين تقريبا الهكترات التي كانت مبرنجة معنى مش تكون في طار زراعات سقوية مش تكون هناك دورة اقتصادية كاملة معنى وكذلك معنى ربحية وأيام عمل معنى موجودة في تلك المناطق فشأة تعطلت مش مش تتعطل 100% هذا مؤكد لأنه مش يقع البحث على بداية المايدة الجوفية لكن المايدة الجوفية لو كل لتر نشبدوه ما يتعودش معنى نسبة التغذية المايدة مش قد نشبدو فيه كل يوم طريقة هذه خاطر عاجلا أو أجلا تفكير حاجة الأخرى معنى رأوا كيف كيف الدريبة الطاقية اللي نشاهدوا فيها توا معنى التكيف مش نخليه المنائق قابل العيش داخل منازلنا وداخل إداراتنا فما كلفة فما فاتورة مش تخلص فاتورة ذيك مش تخلص بالدولار مش بالدينار التونس معنى برميل النفط وعتقد أنه فما عديد الحاجات اللي نجم يستعملهم المواطن التونسي بناءات البيومناخية البيومناخية وعدم استغلال المكيفات في وقات معينة في اللقات معينة وإلى خيره سي عادل مش نرجع لك على التنمية المستديمة ومن فما 17 نقطة في هداف التنمية المستديمة أكثر من اشترها متعلقة بتريقة أو بأخرى متعلقة بالاقتصاد طبعي من ناحية توفير مواطن الشغل من ناحية قضاء على الفقر من ناحية توفير تعليم في مستوى معين من ناحية توفير صحة يعني حسب تقديرك مدى تحقيق أهداف التنمية المستديمة اللي عنا توا أكثر من 40 نام نتحدثوا عليها العالم وصلش أنه يتحدث عليها في جانبها الاقتصادي احنا بالنسبة للتنمية المستديمة هذه ومستديمة وكيفية التعامل معها مشكلة كبيرة جدا في العالم انا وكبت العملية هذه شخصيا من حيث من اعداد اجندة واحدة الأمامية اللي هي وثيقة رسمية اللي صدت عام 1972 في القمة الأولى الأرض ثم تبعت المراحل المتاحة الكل هذا هي شعرات لكن في التنفيذ حاجة أخرى التنفيذ صعب جدا أنا عملت وثيقة وطنية معناتها تقييم ما تم إنجازه في مجال هال 17 هدف هذا اللي هو 199 غاية ما عملنا في تونس منهم نقاط بسيط جدا لأن تتطلب أن الإنسان يغير أسليب العيش متاعه يغير طريق تناول المشاكل وكيف يتحلها يبتعد عن المشاكل القديمة التي ما عطاتش حتى نتيجة وإحنا مازلنا نتبع فيها مازلنا نتبع فيها ذلك المشاكل الأدوات القديمة اللي هي عطاها مش تونس فقط رو العالم مجمع هكا لاشا احنا نقول أن راهوا التغيرات المناخية هي ترفيع في كلفة تنفيذ وتجسيم مبادئ عمل التنمي وستدام بش نرجع لك سي عادل في خصوص الممارسات اليومية للمواطن كيفاش ينجم يحد من كلفة البعضة للتغيرات المناخية سي محمد سي محمد صارح رياري كخبير جيبائي وكمحلل الاقتصادي العالم يشهد تغيرات كبيرة سياسية وكذلك العالم يشهد تغيرات مناخية وتغيرات على مستوى معناها طبيعته الكلفة الاقتصادية للتغيرات هذه أصبحت ملموسة المصادر التاقة التقليدية أصبحت باهضة وإحنا عنا في تونس ثروة شنو المطلوب باش النجم نكونوا باش نستغلوها وباش نكونوا أحنا قيدي في مجال هذا إذا هو السؤال الحقيقة لي في الصميم قد ترتوك حكينا على الفلاحة وشفنا الجفاف تأثير الكبير امتاعوا على الاقتصاد بتاع تونس نحنا عمناه لك عملنا 7.5 مليون قونتار قلنا أمورها تعب برش لبلاد اليوم عملنا 2.5 قد رجيتنا سنة جفاف وهذا راجع لهالتغيرات المناخية اللي نحكي وعليها اثنين الكهرباء والطاقة في استعمال الكهرباء نستورد الكهرباء من الجزائر معناها الاتفاق الأخير مذكرت التفاهم اللي عملناها مع بلدان الاتحاد الأوروبي نحب تونس تولي تصدر الطاقة الخضراء الاتحاد الأوروبي وإحنا عنا 300 يوم شمس في بلادنا معناها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نجم ونستعملها باش غدوة نوليو ننجو في الطاقة ونصدروها لأوروبا وبالتالي أنا نقول عنا إمكانيات وتوفر لبلادنا ولكن يجيبوه حسن استغلال هاتي الإمكانيات في استغلال الأنف وأنا نقول مدام عندي مذكر عند أعداد هاتي الاتفاقيات وإحنا كشريك لبولدان الاتحاد الأوروبي نطلبوا التكنولوجيات الحديثة باش نستغلوا الاستغلال الأمثل الطاقات المتوفرة في بلادنا وبالأساس الطاقة الشمسية الحاجة اللي نحب نعرج عليها زادة في النقطة هذه وأحكي عليها شوي سي عادل رأوا بالنسبة للبحر متاعنا وحكاية الحريقة فمنوع جديد كان يعيش في المحيطات ويحب يلوج على الماء الدافع خطر نسبة الدفع في المياه متاع البحر الأبض المتوسط ارتفعت حوالي خمسة درجات كنت لحكي أنا مع سيا عادل وبالتالي فما نوع جديد متاع حريقة قاعد يجي ولكن هذه مختر النوع جديد اللي يجي لبلادنا أنا نقول يجبنا ناخذوا حذرنا من توا وسيد وزير السياحة كان معاك إن شاء الله يسمع يتبع الحلقة متاعنا ذي رويز من انتبه لها المتغيرة تزادها من ناحية هذه باش على أقل غضوة المواطن التونسي يمشي معناها باش يتمتع بالبحر متاعنا وبالشمس متاعنا يكون يرد باله من هالنوع جديد متاع الحريقة اللي جاء التونس الحاجة الأخيرة ممكن أنا ننجم نحب نثيرها معناها المدن الجهات اللي بالحق تمست بصفة مباشرة في المدة الأخيرة بالحراق أنا نقول ما نخليهمش في الفلذاء المفتوح يعانون لوحدهم دون مساعدة من قبل التاولة التونسية أكيد أن تونس ما تنسيش وليدها لا لا الاقتصاد متاع تونس ومبني أساسا عليك صغار الفلاحيين وصغار المنتجين أكيد تونس ما تنسيش وليدها وهذوك ما أهل ما لا ما لا ما لا ما غدوا على أقل النجم ونعونهم لتجاوز هذه المرحلة أكيد أن نجاوزها المرحلة هذية ومرحلة صعبة صحيح لكن قادرين نجاوزها سي حمدي مصادر التاقة التقليدية كما قلت نحكي مع سي محمد سواء أصبحت باهدة أو نادرة أو غير متجدة نحن في تونس عنا التاقة المتجدة اللي هي الشمس وهناك أكيد مصادر أخرى للتاقة كما نرش في بعض الدول استخراج التاقة والغاز من الفضالات أو غيرها سيادتك شو تجب تعطينا في المجال هذي على مصادر غير تقليدية مصادر جديدة للتاقة شوف فهم العديد والعديد المصادر التاقة والتاقات المتجددة أو الطاقات النظيفة لكن نحكي عن كلفة الطاقات هذه مش في وجود من عدم فهم الطاقة الجيوحرارية مثلا الطاقة الأقل تكلفة من حيث غازات الاعتباس الحرارية لكنها مكلفة جدا للحفر واستخراج الطاقة الجيوحرارية واستغلالها لمولدات الكرابع هذا من جانب طاقة الرياح مقارنة بالطاقة الشمسية تعتبر غالية جدا التطوير العلمي الذي يصير على مجال الطاقة الشمسية قطع أشوات متقدمة تقريبا منذ سنة 2008 صارت طفرة نوعية وباتت السعر التكلفة رخيش جدا كانوا سعر الألواح الشمسية 2009 مقارنة الآن تقريبا 70% انخفاض كل وهذا ما يشجع منتوجه الاستثمار في الطاقات الشمسية لكن وجدت عديد من العراقين تقريبا منذ حكومة يوسف الشياد تقريبا وضعت العديد من العراقين أمام الاستثمار في الطاقات وهذا اللي خلق تونس تفقد دورها الريادي في هذا المجال نحكي ممكن على المصادر الأخرى المصادر الأخرى موجودة لكنها غير كافية فما الطاقة الكهرومائية معناها لموقع استخراجها بالسدود فما الطاقة جوحرارية لموجودة نوعا ما في جنوب التونس لكن مكلفة جدا معناها الاستخراجها أو توليدها لكنها تبقى نظيفة ونظيفة لغاية طاقة الرياح تقريبا هناك ستة مواقع في تونس معناها وقع في الأطلس الرياح معناها وقع رصدها كمناطق أو مزارع رياح تقريبا أنه عندك طريقة في استخراج الغاز من التحالب البحرية هذا معناها توليد من الطاقة الحيوية الاستخراج سواء بسطنة أكثر لخلي المعلومة هذة مش تكون سبق لنا كيفاش نجمو نعرف على هالتقى هي كل الكتلة حيوية معناها ممكن نستخرج منها تركيبتها البيوكيميائية سواء فيها تركيبتها السكر أو زيوت معناها وهذا يعتمد نجمو نخرج منها كوقود حيوي هذا من جانب في الطريقة الأخرى فما طريقة التخمير تخمير الكتلة الحيوية لاستخراج معناها تصيد عملية التخمير ينتج عنها غاز غازات قبل الاحتراك الغاز الأكبر هو غاز الميتان الذي قادرين نستعمله في العديد من أجل الاقتصاد لكن منذ سنوات تقريب ثلاثة سنوات أو أربع سنوات هناك تحول نوعاً ما أخلاقي للابتعاد عن تلك الطاقات لأسف في مرحلة كان لأن تقريب الطاقات هذه وطريقة استخراجها واستعمالها عند بصمة الكربونية متاحها مرتفعة جدا ونحن الهيدروجين الأخضر التوجه ليه نظراً لكل فطول مستقبلية حالياً ما زال في طول البحث لم يكن عديد من الدول حتى في قلة متاح لك هذا مفصل أكثر سادة المشاهدين ما هو الهيدروجين الأخضر الطاقة المستخرجة من الهيدروجين الأخضر في تركيبة الكيميائية العديد من العناصر فيما الهيدروجين موجود نحن نعمل على استخلاصه معنا هو فما تقريب ممكن استخلاصه من الوقود الأحفوري أو من المياه أو من المواد العضوية يعني أو من مادة اليوريا وهذا عنده كلفة مادية وكلفة يعني على البيئة تحذتها شوف كل تكنولوجيا من الأول تكون والدة تكون مكلفة ثم تنخفض تدريجين البحث العلمي هو استثمار في تخفيض الكلفة لما تكون هناك على الأمد البعيد هو استثمار في تخفيض الكلفة يعني التوجه العالمي الآن معناه تقريبا الكبريات الاقتصاديات كلها حتى الريهان على الهيدروجين الأخضر كان في مرحلة مع الوقود العضوي كانت الطاقة الشمسية حتى الطاقة الشمسية دورها قاعد يتراجع قدام الهيدروجين الأخضر الآن حلير في أي مرحلة الهيدروجين الأخضر ما زلنا في المرحلة للدراسات معناه التطبيقات والخيارات لأنه تقريبا قمة المناخ الـ 28 مش تصير في أبوذبي اللي ممكن مش تحط الخيارات أناه معناها تقريبا أربع نوع بتاع الهيدروجين أناه معناه الإمارات حكمية دولة بيترولية قاعدة تتوجه للاستخراج الهيدروجين معناها من الوقود الأحفوري وفهم اقتصاديات أخرى معناها كما المناخ مثلا مليوريا أو فاصل معناها هذه النسخة عدد 28 من قمة المناخ شنون ننتظروا منها وهل تحققت النقاط اللي برمجناها في القمام السابقة والله أسمع أنا وكبت وكبت نشأت هذا المسار هذا من حيث كنا نعد اتفاقية في آخر الثمانيات أو التسعينات ثم وفتحة ثم حفرت في ومع أول قمة مناخ في 95 حتى القمة اللي وقعت في اليابان هذه القمة اللي خرج منها صندوق الكربون هذا أنا وقت خرج صندوق الكربون قلت نوية نتعى الناس اللي صنعوا الاتفاقية ضعت أيعقل أن بلد كيمة الإمارات وهي من أكبر البلدان المصدر ويتعيش من التقاطي الحفورية تتضمن هي ترأس هي هذا مؤشر ربما يكون طيب جدا كما قال الأخ هنا أنها يعمل بجهد كبير معناتها تمولات كبيرة جدا للبحث في الدروجين الأخضاء ربما علشنا ممكن ممكن لكن أنا نقول أن هذه عبارة عن عملية بنقصه من حدة النهضة اللي قمنا بها أول إسرع قمة باريز قمة باريز أعطت أنماط وقالت نزمنها منجوجه 2.5 1.5 أو 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 كما عايشين وتو لو أطلع عنا 3.5 هكذا أو لا 3.5 زدنا على خطة استعملنا تفهم الحاجة بسيفة كبيرة جدا إذن 1.5 أن نرى هذا يكاد يكون غير ممكن إذن فهذه إشكالية كبرى هنا على البلدان اللي مش يتشارك في القمة 28 للمناخ أن تكون عندها كل بلاد عندها برنامج الواضح ونطوب بكل حدة أننا يحلوا باب كبير لدر حراق الغابات باب كبير لحد من انتشار الفيضانات المدمرة بالفعل سعاد لأن شخصيا غطيت صحفيا وأعلمين غطيت قمة المناخ في مصر في مراكش 2016 وقت اللي تسمع الكلام خاصة قادة الدول الكبرى تقول العالم سيعيش في ازدهار إلى مدى الحياة ورغم ذلك برشة كلمة اللي تقال وقتها ما تحقق صندوق اللي عمله الكل فارغة ثلاثة بلدان فقط خدم الصندوق اللي عمله بعد باريز ثلاثة بلدان فقط اللي جات وثاق واضحة وخاصة هي بلدان هكما الجزر اللي هي ستغمر تحت البحر عندما يرتفع مستوى البحر وهذه كارثة كبرى تنتظر المستوى المستقبلية رف احنا لكل مشكلة ثم حل تقني وحل هاو جايك للحل سي عادل احنا كنت نتحدث لك على اهداف التنمية المستديمة اللي هما كما قلت لك تعرف 17 القضاء على الفقر القضاء التام على الجوع صحة جيدة رفاه تعليم جيد مياه نظيفة نظافة صحية طاقة نظيفة عمل لائق نمو اقتصادي صناعة ابتكار يعني مجتمعات مستدامة استهلاك مسؤول الحياة المائية الحياة البراء يعني نقاط الكل تمس المواطن البسيط ورغم ذلك المواطن البسيط تحس مش منخرط في المسار هذية مع الموش باشي انخرط وهذا خطر هات هاي فرصة هات المواطن البسيط شنوه المطلوب باشي انخرط في المسار هذية احنا توق نشتقل المماطنين في البلديات السنوات الماضية والسنة هذية انه راهوا قناة المياه راهوا البلديات والدولة والحكومات لا تستطيع ان توسع في التجهيزات المتاحة للحد من الاثار السلبية للترنت المناخية انطار الغزيرة الفيضانات الحراق الغابات الجفاف المتقع في بعض المناطق عدم توفر الماء للشرب وموش حتى للريوغ هذا يزم يا مواطن انت اعمل روحك وهنا الدور متاع الجمعيات وحكيت انه الاخ مرة في ندوة من الدوات على الشي هذية انه لو الجمعيات بتدخل والعلم موصلش للمواطن التونسي لان العلم متشر في تونس الحمد الله يوصل المواطن التونسي ماذا يجب عليه ان يقوم هو بعمله ولا يترقب من الاجهزة الرسمية والمصالح العمومية ان توفلوا ذلك لان المصالح هم تحب كلفة كبيرة والكلفة تونس اذن دول المواطن يجب وقت يلقى هو فيضان متعدي وقدام داره على البال وبيه يجب يعمل بترد وقدام داره باش يتعدل ما غير ما يدخل داره احنا يدخل دار يدخل مع يدخل اذن حاجة ثانية المواطن يجب وقت يستعمل الطاقة يدخل في استعمال الطاقة وقت يستعمل الماء يدخل في استعمال الماء اذا الاساس في مجال الطاقة والدخار الطاقة والاقتصاد في استغلال وستهلك الطاقة هات المواطن مباشرة المواطن والصناعي والاقتصادي واجهون الاقتصاد وغيرهم شمو تتوجههم وشو تقول لهم للحفاظ على الطاقة والاقتصاد في الطاقة شوف مجموعة مسئوليكيات لازمنا نكونوا وعين راول لنحن دولة عاجزة طاقيا لهم معنا جزء من الأزمة الاقتصادية متاع في تونس بديت راول ما بديتش في 2011 بديت من اللحظة اللي تجاوزت معناها الاستهلاك متاعنا كنا جزء معنا من إنتاجنا الوطني معنا في البترول يكفي احتياجات السوق المحلية اليوم معنا صارت تجاوز ذاك ولينا معظم حاجاتنا من البترول نستودها من البرة دينا في المنحنة السقوط الاقتصادي هذا اللي وصلنا للازمة متاع اليوم اللي هي مش وليدة اليوم هي تجاو حتى ال2003 معنا من غادي وقتها بدأت الأزمة فعليا شوف أنا حاجة ممكن نقولها للناس اللي ممكن راو بلادنا تنتظر فيها فترات صعيبة اقتصادين والفترات الصعيبة اقتصادين را بش نعكسها لقطاع الطاقة اللي نستودوا فيها بالعملة الصعبة اللي مايش متوفرة لعائدات متاحة في الخزان الدولة اللي بش يضمن معناها توريد مستمر ومتوازن معناها لحاجياتنا المحلوقات بالتالي معنا بش تكون هناك فرضية معنا الانقطاعات المتكررة حتى خرج أوقات الذروع هذيك عليش معنا نشجع الناس اللي تسمع فينو ولا حتى الدولة بالله العراقين اللي تحطط في حكومة يصف شهد عاودوا هزوم عاودوا إعادة هيكلة كاملة عاودوا عاملوا انعاش القطاع الطاقات المتجددة في تونس راهوا بالنعاش القطاع ذاك بش نحلوا رقم صعب في العجز الاقتصادي اللي نحن فيه تاو راهوا جزء كبير من المعادلة ذي بش تحلل أرخص سيفا خاصة تحدث على الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية هذه المتاحة والأرخص اللي هي الأرخص خلتنا نحكيه عليا الطاقة رياح معناها تتكلف وكل واحد يجب يعمله مش متاح للناس كل لكن طاقة الشمسية راهوا معناها كنا متقدمين جدا كانت تونس عنده مخطط طموع 30% من حاجاتنا الكاربائية 2030 تكون مصدرها منطقات متجددة نحن ثم نتجاوزنش 5% شكرا نسي حمدي سي محمد هات نتحدثوا توا اقتصادية نتحدثوا استثمارات خلينا نكونوا متفائلين خلينا نخموا في غدوة شنو المطلوب باش نقدموا باش نستغلوا الظروف الموجودة ونحقوا المنشود شوف انت طلعت على احدى الدراسات ولوخيان المتخصين في المجالة ذا معناها الدولة الصناعية اللي تستعمل اكثر ما هالدولة الفقيرة كما تونس اساسا نستعمل استخدام الفحم والنفط والغاز وعدت خطر الدراسة ذي تقول تتمثل احدى الخطوات الحاسمة انت في البلدان الصناعية بالتزامة بتقديم تعرف قديش المبلغ 100 مليار دولار سنويا الى البلدان النامية حتى تتمكن من التكيف والتحرك نحو اقتصادات اكثر وهذا ما صارش اعتقد عملوه في اتفاق باريس عملوه في اتفاق باريس ولا في قمة باريس والبلدان كل بلاد قدمت هكا ولا قدمت برنامج متاحها كيفاش في ثلاثة محاور وعملوها الميات مليار وما تحققش ما تحقق ما تحقق وما تحققش في انتظاري ذلك ذاك عليش توبش نربط سخميس مع السؤال متاعك يجيبوه في تونس اليوم مراجعة قانون الاستثمار هذا هو الاسم لجلب الاستثمارات الخارجية خطر تونس تنجم تولي وجهة هامة بالنسبة للاستثمارات الخارجية خاصة لاستغلال الطاقة الشمسية تلمانية تستنى فينا تجدت نحلوا البيب ونعاونوا هالمستثمارين الاجانة بشغدوا يجيوا لتونس ويستغلوا هالتاقات المتوفرة لبلادنا راون نجم نأكد لك اللي هذاك ينجم يكون عامل كبير واساسي في تطوير الاقتصاد متاع توليس هذه الأولى اثنين توا أنا نجم نقول لك إعادة التموقع وتعرف بعد الأزمة بتاع كورونا فم برشة شركات خاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي اللي احنا عاملين معهم شاركة حسب الاتفاق الأخير يلوجو على بلد يكون قريب البلدان الاتحاد الأوروبي وتكون الكلفة متاع اليد العاملة غير بهذا وفي نفس الوقت وذا يا أحبابنا نمك رحل نعتزو به في تونس عنا يد العامل الكفة وعنا الخبرات تشوف المهندسين بتاعنا يختطفوا فيهم في بلدان الاتحاد الأوروبي غدوة كان نوجهوا الاستثمارات بتاعنا وجلب الاستثمارات وتغيير قانون الاستثمار بش نبسطوا الإجراءات لجلب هذه الشركات في تونس عمضة بش كانت بستثمرة في الصين وتعرفوا اليسار مع الصين بعد الأزمة هذه الصحية غدوة ولي وجهوا لتونس أنا نأكد لك بالطريقة هذه نجم ونوفره المناخ الملائم للاستثمار باش نستغله كما ينبغي خاصة كما قالوا لوخيان الطاقة الشمسية اللي هي بشتغده وتولي مصدر هام لتطوير الاقتصاد متاعتها وخاصة عنا برشة شباب وعنا برشة أفكار وعنا الاستارتاب اللي مجددين خاصة في مجال الطاقة ومجال للطاقة الشمسية عنا عديد الشركات اللي حاليا تلوج باش تتمركز في تونس وتصغل للطاقة الشمسية احنا عنا المؤسسات الناشئة تم أحداثها من قبل التونسيين يضرب بهم المثل البرا في البلدان معناها الخارجية وبالتالي الكفاءات عنا الشباب التموها عنا اش ناقصنا اليوم نقسم الترخيص نعاونوا شوية البعثين الشبانة بتاعنا المؤسسات الناشئة هذه نحاولوا باش نحيطوا بها اكثر باش ندعموها اكثر ومعا جلب الاستثمارات الخارجية في بلدنا والاستغلال الامثل للامكانيات اللي يعطي لنا ربي هي بمنا السماء الطاقة الشمسية احنا مخسرنا منها شي وبالتالي وقدو وكننا عرفوا كيفاش نستغلوها معادش ولادنا يمشيوا يربع ويرمي ورواحا في البحر تولي تونس تولي هي المصدر متاع الاشعاع والخبرات متاعنا تولي تبقى في تونس من نبعثوشو شباب متاعنا تولي شركة الاجنبية تولي وتشغل اليد العاملة الكفأة في عديد المجالات وصلنا للاختتام قريبنا اختتموا للحصة سي عادل عطينا كلمة نجمو نختموا بها الحصة كلمة والله هو في تونس الوضعية بتاع الطاقة في تونس تنمى مسلم ككل والتغيرات المناخية هي مسألة جاثمة موجودة في تونس يجب أن نتعايش معه ولا نتصارع معه هذه كلمة لأن الصمود أمام هذه يتطلب من المصالح العمومية وتجزيات الوطنية والبنية الأساسية تطول لكن هذا ما يجيش غدوة وبعض غدوة تحبلو مدة لكن عطينا المواطني ساهم بش يقلل من هذه من وطط هذه السلبيات مثلا بالنسبة أنا حاس برأيي أن الورقة البند الموجود في الاتفاقية بين وقت أسبوع الماضي بين أوروبا وتونس يجبون أنت حول هذك الخطة الطاقة المشوقعة بين إيطاليا وتونس أنا إذا كان أنا عندي بعض زملاء إيطاليين كلمتهم شو رأيهم هما في إيطاليا على شيء هذا يش خدموا حذروه باش عملوه كأولوية ورموه في الخطة يقول أن تونس من البلدان اللي عندها عندها أمكينة أكبر بدولة في العالم نقول نعود نقول حس بقال إيطاليا أنا أنه عندها مثلا باش نسمعوا الطاقة الشمسية رجوها طاقة الشمس رجوها طاقة يزمنا هذا ما يسمي كونديكتور كانوا يستعملوا سيليس سيليسوم هذا حنا أكبر في تونس عنا أكبر موقع متاع سيليسوم 98% من المادة الرملية هي سيليسوم وفي تلاتة مواد في التطوين معروفين هذا الكل معروفين هكا هما جاءوا على خطر هذيرهم هما جاءوا على خطر هذير وإذن هما يعملوا أن الكهرباء مش تجيهم مستقبلة من تونس هذه كما قال أخ سالح أنه لدي العملة رخيصة الذهن الشائي قوي جدا في تونس السين بتاعنا ما شرع عليهم يتخطفوا كل بقعة وهما رهو توانس مش يقوموا في الشيء وإذن هذا هم جدا لتونس لكن أحنا نقوله كيف يمكن أن نتصرف مع هذا الجديد هذا مولود جديد هل أننا سنراه كما ينبغي أم سيرعى من الخارج هنا وين دور تونس أن تقوم تشد صحية هذا ما نحب أن نطول على توانس نقوله لكن حاجة ثانية أراه يا توانس الجفف وقلة الماء والسخنة هذه أراه مش نعيش معها سنوات أخرى نهيئ نفسنا نفسيا وذهنيا أن نعيش معها لا نستحر معها ثانيا التعديل في كل شي الاقتصاد في كل شي حتى في الوقت المتاعك التي تفرج عليها في التلفزيون نقص وإلا التلفزيون يقعد يمشي وهو رافض وإلا المكيف وغيره والتكييف والتكييف في الصيف والتسخيم في الشتاء كل فهم هذا جدا يعني عدم المبالغة في تصرفات يزب هناك ما قال أخيه هنا السلوك التونسي يزب يتغير بتاتا كما النظمة الطبيعية لديكوستام تغير 100% نظر لهذا وإحنا نواكب التغير كما تغير الطبيعة وهذا التقير مش فيه بذب تسيح حمدي المناخ قاعدين نتعيش معه وهو قاعد يتغير أحنا زيزا يزب نتغيره طبعا المجموعة بالسلوكيات متانعة زيزا تتغير والمناخ بالشكل هذا بشيق عد ماهو ماعناه فترة ومش تمر ماهو مايستحب تسيف لأسف الفصول هذا خلينا نقوله كلما هذا أبرد فصل سيف في الجين هذا الأبرد في الجين هذا مايش نقوله لو توقع تخوفوا فياس هذه معطيات العلمية هذه مبنية على استعداد مجموعة السلوكيات اللي ماعناه كيف نغيره من سلوكنا ما نحاول نحاول نحض من اللي بشي سير والتكايف ماعش نحكمه قام ولينا التكايف اللي بشي يصير أمر حتمي كيف نحن تعيش معها باستقلالية الطاقية بسلوكياتنا في استعمال المياه الأبسط الحلول معناها ممكن تعطي نتائج كبيرة عملية التجدير في الداخل الحداق في المنازل في المدن هناك العديد من المدن في سياساتها معناه للتكايف مع التغيرات مدريد مثلا على سبيل المثال استثمرت في حزام أخضر محيد مدينة مدريد بأربعة سبعين كيلومتر تقريب فيه نص مليون شجر الغاية منه تخفيض معادل درست حرارة في مدينة مدريد حتى درستين ونص هناك مستثمر حاول يقوم بنفس التجربة اللي صارت في مدريد حاول يقوم بها في تونس بالتحديد في مدينة جابس لكن نوعية التربة والأرض لقاها غير وعننا برشة تحافظات على الطرق المستثمرين ونحن مع الاستثمار ومع تلقي قطاع اليد الخاص في تونس لكن مراعاة الجين بليكولوجيا لازمنا أنواع محلي خطر نسمعوا كما الأبالوني يحكيوا عليها مثلا أنواع مستنسبة أنواع غازية مش بنت البلاد تأثيراتها السلبية سرديات نحن ناخذ برأي الخبراء وبرأي المختلفين حلول تعتمد على دراسات علمية معناها اللي ممكن تساعدنا مش نقوم حلول منطقية شكرا ليك سي حمدي زي محمد الصالح العياري اخلقوا معك كل ما أقولها الإرادة السياسية أحنا كنا هالسنوات الأخيرة الكل عنا ثلاثة رؤاسية وملقي ناش يكون ليخوا القرار في آخر المطاف اليوم أنا الأوان باش نفعلوا الإرادة السياسية بصفة فعالية على أرض الواقع يخوي نقروا وننفذوا ونقدموا ونقعدوش ننظروا وعندك مجلس نواب الشعب النائب عشرة نواب ينجموا يقدموا مشروع قانون يجمع يهتم داوا نفكروا ونقدموا مشاريع القوانية خلنا نتحركوا وخلنا بدون نخدم على رواحنا وكي نخدم أنا كخبيل جميع نخدم بهذي متعر في أوروبا لتاكس كاربور يا سيدي مواذي اللي عنده تأثير على هالتغيرات المناخية ينعملوا معلوم ضد الناس اللي يستعملوا في الوسائل اللي هي تكون سبب في هالاحتباس الحراري اللي كنا نحب شكرا لك شكرا لك سي محمد إذن سنختم الحصة طبعا كالعادة بآخر المؤاشرات الاقتصادية إذن سي محمد هذه أخر المؤاشرات ونحاول نتوسع معك شوية في بعض المؤاشرات إذن بالنسبة لسعر الدينار تونسي مقابل العمنات الأجنبية واحد دينار تونسي ثلاثة دينارات واحد يورو ثلاثة دينارات واحد دولار يساوي ثلاثة دينارات وواحد وتساين مليم واحد يورو يساوي ثلاثة دينارات واربعمائة وتسعة وتلاثين مليم مقارنة بالأسبوع الفارض ارتفع اه ارتفع قد تمر لأسبوع الفارض قلنا ثلاثة دينارات وصفر وتسع عشرين نتذكر بالضبط نحن الحسابات متاعنا مشيت على ثلاثة دينارات ومياء صحيح هو أقل من الرقم اللي بنين عليه حساباتنا لكن قربنا له قربنا خطر احنا بنينا ميزانية الدولة على معناها واحد دولار ثلاثة دينارات ومياء احنا تاوي ثلاثة دينارات واحد وتسعين مزلنا نتصرفه في عشر مليمات بالنسبة لليورو طلع شوية لارتفاع أو للتنقيي ثلاثة وخمسين بالنسبة لليورو طلع شوية مقارنة بالاسبوع الفارض فيها ثلاثين بالنسبة لسعر الذهب سعر لوقية زاد زاد سعر لوقية 6108 دينارات و720 مليم بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 147 دينار و320 سعر جرام الذهب عيار 24 196 دينار و420 مليم بالنسبة لمؤشر تونانديكس برصة الأوراق المالية تراجع تراجع طفيف مقارنة بالاسبوع الفارض ب 0.02% وكان الإغلاق في مستوى 928 فاصل 28 نقطة بالنسبة لسعر النفط في الأسواق العالمية سعر النفط الخام 79 دولار فاصل 813 وسعر خام براند 83 دولار و865 مليم إذن في ختام هذه الحصة ذكركم وأنه كنا في حوار حصري مع السيد محمد المؤسس بالحسين وزيرة سياحة وفي الجزء الثاني تطرقنا لمسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على الدورة الاقتصادية شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حصن المتابعة وأكيد سنلغاكم إن شاء الله في حلقة أخرى دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء سبحانه على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة